السلام عليكم نحييكم بالتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حللنا أهلا ووطأنا سهلا نحييكم ونشد على أيديكم وعلى أيدي جميع الشرفاء والشرفات الأحرار والحرائر الذين مدوا لنا يد العون والمساندة ودعاموا شيوخهم شيوخ الطربية والتعليم الذين تم إقساؤهم من حقهم الشرع والمشروع في الترقي الذين تقاعدوا تصاعدين من 2003 إلى ما تم 2011 عشر ألاف أميتين تقاعد ومتقاعدة التي عندما أوصلنا المظلومة من هنا من آسف حاضرة المحيط المناضلة إلى من يهمهم الأمر تم استدعاء الوصول الوزير الوصيح على القطاع آنداك أمزازي سعيد فاعترف اعترافا صريحا ورسميا أمام لجنة التعليم والتواصل والتقافة بالمظلومة العادلة ديال كل من توظف بالسابع وبالتامن وتقاعد تصاعدين جميع الأفواج من 2003 إلى ما تم 2011 وفي قولته الشاهرة وكرما منه وسخاء منه لما تبين قال لما لا ألفين وجوج ألفين واحد ألفين إلى آخره وقد شرحت لماذا إلى آخره لأن في 2011 عندما تم سحب الملف ديال ضحايا الزنزان التاسعة الذين كانوا قد قيدوا في جداول ترقي بناء على الترخيص الاستثنائي الأول ترخيص الاستثنائي الأول بالمادة 112 بالمادة 112 ونشرت أسماء من أجل ترقيتهم منذ أكثر من ثلاث سنوات وتقاعدوا في 2003-2004-2005 وتم تطبيق القوط اللعين في حقهم وصرقت مناصبهم المالية وتقاعدوا بالسلم التاسع في حين أن من سرقوا المناصب المالية بالأقدمية العامة احتسبوهم بعد 2012 لتقاعدوا بعد 2012 إلى 2012 أنهم هم المستهدفون كضحايا للنظامين ورغم أنهم يستفادوا من المادة 112 ترقية بالاختيار على أساس المادة 112 استثنائيا وترقوا فقط بست سنوات من سلم التاسع إلى سلم العاشر منحوهم للمرة الثانية السنوات الأقدمية الاعتبارية وفق المادة 115 فاستفادوا من المادة 112 والمادة 115 في حين أن التي كانت مستهدفة من يعني تضمين المادة 115 وما 12 في المرسوم ديال الجوز سيفر جوز 854 نظام آسي الثانية 23 هو من أجل إنصاف الفئة الجد متضررة لتوظفوا بالسابع وبالتامن خصوصا لتوظفوا بالتامن من ثمانين إلى ثلاثة وثمانين بالباكالوريا وتعينوا بالتامن وتعينوا بالتامن لأنهم تضرروا عندما تم تعيين أصحاب الباكالوريا في السلم التاسع ابتداء من 1995 وفقت استدركوا الفوجين لذلك 93 و94 الأساس تهموا عندهم الباكالوريا وقاموا بتعينهم في السلم التاسع ابتداء من 95 واستثنوا الأفواج اللي تهيط وضفت بالباكالوريا وتعينوا بالتامن من ثمانين إلى ثلاثة وثمانين هذك الشي علاش في 2003 النظام الأساسي 2003 جابوا المادة 112 و 115 باش هاد الفئة تكون اللي بقع في السلم التاسع وماذا زوتل 97 السلم التاسع ب14 سنة في الوقت اللي كان على الأقل خاصهم يتعينوا في 95 في السلم التاسع أو في 96 خاصهم يتعينوا في السلم التاسع لأن الطرقية الاستثنائية كانت تبدأ في 96 وقاموا بإزاحتها إلى 97 تل واحد سبعة سبعة وتسع على هذا الشي علاش جاء الطرقية الاستثنائية وأن الطرقية الاستثنائية التانية اللي بدأت من 2000 توقفت في 31-12 2000 وجوج في حين أن النظام الأساسي كان بدأ كان تم إعداده في 2002 وخلوتها كملت سناءات طرقية الاستثنائية في نهاية في نهاية دوجينبير 2000 وجوج وما نشروا المرسوم ديالنظام الأساسي 13 جوج 2003 وجنبوا هالفئة اللي كان جدا متضررة اللي تخرجت اللي تعينت بالتامن وكانت تعدى الباكالوريا جنبوها الحق ديالها باش تستافد من طرقية الاستثنائية وكان خاصة من المفروض تدوز السلم العاشر في 2001 ولا 2000 وجوج على أقدر أقصى تقدير مني شافوا هالفئة كانت مضضررة مني جابوا النظام الأساسي ديال 2003 دخلوا المادة 112 والمادة 115 باش يديروا السلم التاسع في طور الإنقيران ويبدأوا بهالفئة وداروا لترقية الاستثنائية ترقية استثنائية باش تدوج من 2003 في حدود أربع سنوات يعني عبر أربع دفوعات باش شيء الذي لم ينفذ ولم ينزل على أرض الواقع لنتفاجأ أن هذه الفئة يعني ما استفدتش أول من السنوات الاعتبارية باش تتعوض على السنوات لتدفوق عشر سنوات لأنها دازل بار أربع عشر سنة و باش تتعوض أيضا عن الفترة الفاصلة بين تعيينها في الثامن وتعيينها في السلم التاسع ما استفدتش وما استفدتش تأمن المادة 115 لتدارت في النظام الأساسي باش تجبرت ضرر ديالها وتعوضها على السنوات لتقارسنة والمادة 112 وجدت أيضا وقيدت بها وكانت هي السباقة هي أول فوج تتقيد بالمادة 112 واستفد من الترقية الاستثنائية الأول ترقية استثنائية لبدأت من 2003 في حدود أربع سنوات يعني قيدوا بالمادة 112 استثنائيا لأن من تراجعات جابوا ورسموا وطبتوا الترقية على أساس يعني الشرط النظامي ما تقيدش في جدول الترقي إلا عندما تكون مستوفي للشرط النظامي ديال عشر سنوات كاملة داروا هاد الاستثناء ديال 112 باش يسرعوا الترقية ديال السلم التاسع للأسباب اللي يذكروا ساليها لقينها تقيدوا بالمادة 112 وكان من المفروض أنهم في السنة اللي تقيدوا فيها باش يترقعوا السلم التاسع وخرجت الأسماء ديالهم السنة اللي خرجت فيها الأسماء ديالهم في جداول الترقي السنوية بالاختيار بالمادة 112 خاصهم يحتسبوا لهم إداريا السلم العاشر إداريا من هذه السنة اللي تقيدوا فيها ويحتسبوا لهم السلم العاشر ماليا من فبراير 2007 هادش اللي ما تمش وتقعدوا وكانت لو قد نشرت منذ أزيد من ثلاث سنوات قبل الإحالة ديالهم على الماش مين كانوا مزاوين عندهم رابطة وظيفية والوضعية الإدارية ديالهم يعني غيرت ليست نهاية بال قيدة الدراسة وتقاعدوا وطبقوا فيهم القوطة ومتقاعدين تطبقوا فيهم القوطة وتتقاعدوا بالتاسع ترقيkk استثنائية وتطبقوا فيهم القوطة وتتقاعدوا بالتاسع تتوفروا المناصب المالية ديالهم منذ أزيد من ثلاث سنوات وتيسرقوا لهم الأزلام اللي تقاعدوا بعد 2012 ترقوهم للأحضاعش وروعا وما يستافد الم jobs مية واثناش ولا من اللي مد مية وخمسطان. هادو هما اللي عندهم الاسبقية الان. اما اللي استفادوا في دوره مية وعشرين. دوره مية وعشرين. مع شكب بن موسى لا احد يظلمه الان. لان دك دك اللعباء اللي كانوا تديروا قبل. وكان كل شي مفوض الى المصالح الادارية. والى النقابات الاكتر تمتيلية. وتيبدأوا هذك الساعة ما تيكونش اللبس. تيكون كل شي واضح بيناتهم. والوزير في دار غفلون اخر من يعلم. حتى يتم اعداد المشاريع دي المراسيم اللي تجتمع بيه. وتيبسطول المراسيم مشاريع المراسيم. ويقوموا بتوقيعها وتدهاء الخبزة للفران. لنتفاجأ بالاقساء اللي جابه جوز ساعة عشر خمسمية وربعة. اللي رقى الفئة اللي استافذت اصلا من المادة مية وطنعش. مش هي اللولة اللي كانت خاصة تستافد. خاصة يستافدوا الناس اللي تقعدوا بالسلمة التاسعة. وكانوا ضحايا المادة مية وطنعش شرط دي الخمسة عشر استاق. مدازوس من التاسعة العشر بي. بست سنوات هذو هما اللي كانت عندهم الاسباقية. وهذو هما اللي غتكون عندهم الاسباقية. في الانصاف. يكم الان انتم ما قلتو قلسين تتناقشوا تقومون مناقشة النظام الاساسي دي الالفين وثلاثة. وهذا كان النظام الاساسي الالفين وثلاثة. وانتم اللي قمتم باعداده وبتنزيله. كل هاد النقابات اللي كيني للان. والمصالح الادارية هما اللي كانوا هما اللي كانوا في اللي جانب التقنية والموضوعاتية. هما اللي خبزوا ودبزوا. وحطوا هذك النظام الاساسي دي الالفين وثلاثة. فهم عارفين جميع يعني آآ المكتسبات اللي فيه. وجميع التراجعات اللي كانت فيه. وجميع الاختلالات. وكان اتفاق منتصف الليل. جاء اكتر ظلمة. اكتر ظلمة. اكتر ظلمة. اكتر جورا. كان المؤسس للتفيق واللي التمييز. واللي التجزيق المجزة. وهو اللي فرخ تنسيقيات وفرخ الفئات. من يقول له واحد قسم احدا قسم. واحد تيش تضرب على الاف درهم. واحد تيش اتناعشر الاف درهم. كما فين? بدات الفئاوية. وبدات بنادمتي فقد الطيقة في العمل النقابي. ويلجأون الى تحسيسي اللجان والجمعيات والتنسيقيات من اجل الدفاع عن حقوقهم بانفسهم. فما حقق جلدك سوى ضفر. دوفريك. ما حقق جلدك مثل دوفريك. عفوا. اذا. لي نتفاجأ. بانا. اللي كانوا هما اللي سرقوا الترقية بالاقدمية العامة. قاعدوا كانوا غير ضربة حد. قاعدوا بعد بعد ما نحيم سنوات اعتبارية. مكملة. كملوا ليهم باش يكمل عشر سنوات ديال الشرط النظامي. ودازو بستة سنين تاني. وكيني اللي دازو اربع مرات. في حين لم تكون هناك اي دراسة. موضوعية وتفصيلية. باش نشوفوا واش هدوك اللي دازو. كلهم يعني ترقعوا مرة واحدة في حياتهم الميانية. مرة واحدة في مسارهم عفوا في مسارهم المياني بالاختيار وتزادهم لمرة التانية. لان القانون تيقول بان اي موظف ما عندوش الحق يترقق بالاختيار اكتر من مرتين. في الحد الاقسق مرتين فقط ما يترقاش ما عندوش الحق يترقق ثلاثة المرات بالاختيار. خلال مساري المياني. فقط لا يتعدى آآ ترقيتين اثنين بالاختيار خلال مساره المياني. واش تم احترام هاد القاعدة ام لا? في حين اللي ترقق مرة واحدة في حياته الميانية تتتوظف بالتامن تتقاعد بالتاسع ويتقاعد بالتاسع. وخارجا لوائح دي اسمية ديالهم قبل ما يتقاعدوا قبل ما يتحالوا على الماش ويورق وتطبقوا فيهم الكوطة وتسرقوا منهم المناصب المالية ديالهم ويتقاعدون بالتاسع. اين كانت المصالح الادارية? واين كانت النقابات الجادة? بين مزدوجتين فعلا النقابة الوحيدة التي لم يحالفها الحظ في المشاركة في اعداد النظام الاساسي ديال الفين وثلاثة هي للان سبحان الله العظيم اللي لم تشارك في اعداد ومراجعات النظام الاساسي الجديد. لانها قد فقدت التمتيلية. اما هذو كل هم هم اللي كانوا في النظام الاساسي اللي جاء ديال منتصف الليل. لي بيه جميع الاختلالات. لي هو اللي يعني سرق مننا الحقوق ديالنا كاملة. لي هو اللي فتح لهم باب ترقي الى السلم الحاضي عشر على حسابنا على الانقاب ديالنا. بين التراجعات. نذكر. انه الترقية بالاختيار كانت بخمسة سنين ولت بستة. اه كانت بستة سنين ولت بعشرة سنين. كاملة. الترقية ديالكفاءة الميانية كانت فقط باربع سنوات ولت بستة سنين. الحصيص السنوي اصبع متبتا. كوطة ولت مرسامة وممأساسة. عندك جوج مادتين اتنين. لان هذا النظام الاساسي. لالذي كان يتميز بالاستثناء. مثل بعض الانظمة الاساسية التي تمتازت هي بالاستثناء. وفيه جوج استثناءات المادة مية وخمسة عشر. يعني سنوات الاقدمية الاعتبارية. التي يجب ان تكون ضمن النظام الاساسي الجديد. كامتياز. والمادة مية وطناعش. من اجل تسريع الترقي كانوا تيديروها. وهو باش يترقاو بخمسة عشر من ها ست سنوات فقط في في السلم. من اجل تسريع الترقي. وهذه الالية تيديروها من اجل يعني تسريع السلم الذي وضع في طور الانقراض. في الفين وثلاثة كان السلم التاسع في طور الانقراض. فتم اعتماد المادة مية وطناعش. الان في النظام الاساسي الجديد. سيجب ان تكون المادة مية وطناعش متاهية ضمن نظام الاساسي الجديد. لان السلم العاشر وضع الان في طور الانقراض. وهذه المادة هي التي ستسريع الترقي ديالو. باش يترقع من العاشر الى الحاضي عاشر. لانه مستقبلا كما قلت. اغا تولي التوضيح الباكالوريا بليس تضيع يعني الماستر. والرقم استيلاري لابد غادي تغير حال كي ما تغير في وزارة الصحة. ولا اقل اه داك تبدوه منه خمسمائة وتسعود بالنسبة لاطباء الى اخيره. وبما انه رغي يولي الماستر حالتي تيتوظف بالماستر في التعليم. فاللانديس لابد غادي يتغير له. غايتغير لانديس. لانديس. يعني رقم الاستدلالي. اقل راتب يمكن يديره. كما يعني تم الاتزام به هو سبعة الاف وخمسمائة درهم. اما بالنسبة لعلى اللي كلنا قلنا. اللي احنا منذ سنتين والجميع يعرفوا هذا الملف. وخصا بعد انطلاق هذه القناة الجميع والتي يعرف هذا الملف ديال الشيوخ الذين اه ضاعوا في الحقوق ديالهم فعلا. واوصلنا المظلومية فعلا الى من يهمهم الامر ومن قبة البرلمان سواء عن الوزير السابق سواء عن الوزير الحالي تهوة يعرف المظلومية. وكان فعلا يقوم بالاشراف بنفسه في الفرز وفي التصنيف وفي الترتيب ديال الملفات التي حددها في سبعة وعشرين ملف. والتازم ايضا بتسوية الملفات التوافقية في عهد امزازي. والملفات التي مطبقية الان واحد وعشرين ملف. اللي سيتم معالجة ضمن لجنة ديالت اه لجنة تقنية المكلفة معالجة الملفات العالقة. وكينا لجنة اخرى اللي هي مكلفة باعداد ومراجعة النظام الاساسي الجديد. اللي هي اللي كانت البارح كان عندها اه نعقاد اللجنة ديال البارح ديال اه المراجعة واعداد نظام الاساسي الجديد. واللجنة ديال اه الملفات العالقة ستنعقد ان شاء الله يوم اه الاربعة المقبل نهار ثلاثة وعشرين من نفس الشهر. على اساس ان اللجنة ديالت اه النظام الاساسي تنعقد نهار ثلاثين يعني مارس الحالي او الجاري. تم ما في جاء واحد شي خبور شي كنانم حينت يالله فاقو يالله جاء وقال لك الملف بجيين بغي ياخدوه النتيجة. وديرين قال لك لجنة المالية لجنة المالية. وهم عارفين ش يعني ماذا ماذا يحاكو في الكواليس. وهدوك اللي وصلوا لي هوم ديك الاشاعة. تقبط لي هم الورقة. وعرف الاخر تهو الورقة تهو متقوبة لي. وتيقول لهم عامين هما تيقول لك الملف. حطيناه. حطيناه ونقابة كادا وكادا وفلان ومن فلان ترتلان الدولة الريب الدولة العاصر ما خلوه ما داروا لي جمعوا لي هم قال لك بغوا يمشوا تافات الهوت. لي جاءوا تل دابا اللي يجيين قال لك باغين يمشوا قال لك فلان يجيب لنا الملف غدي قادل لنا الملف. جيين عاصرين لي في باب الرواح. باب الرواح. زلق وطاح في باب الرواح. ما ما اعرفيش في انه يعني اللقاءات دي اللجنان التنائية يعني الجلسات دي العمل تكون دائما في اه اغلبية تكون في في المركز الوطني دي الملتقيات والتكوينات تقدون. كوان بجيبين قال سنتي يالله كيبين. خوانه. واتحداكم. هادو هادو كديو لكم تومة. قول لي ما يجيبوا شي ميلف. ويكونوا غير مقعين لكم فيه. اتحداكم ما كينش واحد اللي موقع لكم شي ميلف. وما غنقولوش لكم ش كين. نهائيا. بكش اللي كين ما غنقولوش. نحافظوا عن السرية. اللي تهمنا هو الانصاف ديال الضحايا. وانتو ما اتمشو فالبايباعي يا حبيبي. سيقومون باعداد هاد الميلف هادو اللي دير اللي هم دركوا بغي دير رونة نصيقية. نهار ربعو عشر نهار عشر بقيش حاجة. نهار اللي تسنى محضر الالتفاق نهار طمنطاعش يناير الفين واثنين وعشرين بين النقابات. والحكومة ممتن في رئيس الحكومة احضر بنفسه. ووزير التربية الوطنية انتهى الكلام. ملفات اللي كينين تما هم اللي غينين ما كينش شي ميل في ديالك ما كينش. فين كنتو. فين كنتي. حتى مشيتي. مشيتو. في الخوة الخاوي. حتى التصور كيفاش غادي كور عارفين وحنا كيفاش غادي كون دكش. اللي استافد غي دور مياه وعشرين. مشاق وقت ديال ابناء العاشرة. ابناء العاشرة. وابناء الزميطق. احنا را عارفينكم خابزينكم عارفينكم جوباناء. وعارفينكم جاوج عاي شورة خوانة. متتقدروا على اتي شي حاجة. تتقدروا على اتي حاجة. دونوا مشكلة. يلا قل لك جيين باش ناضلو. وصير تناضل تل خمسة وعشرين. فين وخمسة وعشرين. صير تضيم. صير تضيم تل خمسة وعشرين. صير تناضل انت يا تتناضل انت. تخافة من خيالك. تتعلك على النضال. دير على وجهك. تنعرفوكم يا الكنان. تنعرفوكم. عرفوكم. محترامة الشرفاء والشريفات. احرار والحرائر. يلا تبرك الله عليكم. نشوفكم من بعد. لا عزاء لخائن. يا الله. لا عزاء لخائنين. الحفاظ عن السرية. اهم شي. قطران حق. تتموتوا قبل غير ديالك. اللجنة. اللجنة المالية. هيو ديالجنة المالية. اشتركوا في القناة.